موسيقى بس رجعنا لكم تاني في الفقرة الأنوية النهاردة من برنامجنا صحتك صروتك فقرة الكابسولة وهنستكمل مع الكابسولة النهاردة الحقائق والأرقام وبعد ما نستنتج الحقائق والأرقام هنبتد نطلع بشواء التوصيات خليني أرحب بضيف ضيقكم الدكتور محمد راشد الشرح سيولة محمد دكتور محمد زيك صباح الفول صباح النور يا باشا عمي صاحب أشهر كابسولة في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط ربنا يا خليد ده بفضل الله ثم مجهودتك العظيمة وشغلك الدقوب لا لا الله يخليك يا رب أنت عملك وسهر تعمل نسبة رمضان الأول ربنا يخليك كل سلوة طيب وكل المسلمين يعني يكون رمضان كريم عليهم ويعود عليهم يعني إن شاء الله باليوم والبركات بإذن الله والصحة أفكرك بحاجة شهر رمضان إن شاء الله تعالى بداية عودة الحياة لمصر إن شاء الله تعالى يعني توقعات كده 25 رمضان في تكريك كلمة دي إن شاء الله شوفت أنا بدبس نفس على هوا معك إحنا مصر برضو يعني الحمد لله يعني إن شاء الله تدخلت هذه الأزمة وهتخرج منها بكل سلامة وبكل أمان وإيه بأقل المشكلات يعني يعني أقل من الحاجات كتير حصلت على بصر الحمد لله رب داري دكتور محمد راشيحنا الحلقة اللي فاتت تدينى موضوع الحقائق والأرقام وعايزين استكمل النهاردة الحقائق والأرقام الأرقام بطول إيه والحقائق اللي بتنعكس النتيجة للأرقام دي وفي الآخر هنطلع بتوصيل تمام إحنا برضو إحنا بنؤكد على إن إحنا بس هم يبدأ يعرضوا الأرقام إحنا بنؤكد عن إحنا الهدف من الأرقام مش الرقم إحنا ما بنتكلم ما وراء الرقم تمام لأن طبعا الأرقام والنتائج اللي هي بتغير بين كل دي ألي التانية وطبعا دي بنقول ده حق حصري لوزارة الصحة والدولة المصرية تمام والأرقام دي بالاستكمالا لأنه هو ده الملحنة لازال يسير على نفس المنهج إن إعداد المصابين تقريبا بتزيد يعني بزادة مبارح زيادة وبرضو كنفس القصة المتعرفين ملافيات ماشي نفس الرتم تقريبا ما تغيرش كتير مناسبة زادة الأرقام مبارح زيادة كانت طالع المتحدث رسمي باسم رئاسة الوزرة ويعني ده هو حد مسؤول فقال إن الأرقام دي متوقعة مشكلة فيها خالص وقال إنه المشاكل خالص ورئاس الوزران مبارح حتى الكده لا لا دي أرقام متوقعة مشكلة خالص ولمو مشها طبيعي تخش على اللي بعدها تخش لي بقى على السلايدة اللي بعدي السلايدة اللي بعدي هي السلايدة اللي بعدي دي تتكلم على يعني طبعا في الفترة من بداية ظهور المرض في مصر في أواخر شهر 2 وقوائل 3 طبعا كان في بعض الجنسيات موجودة والجنسيات دي قد يقول لها دور في نقل المرض لمصر وده واضح لا معلش يعني مثلا يعني الجنسيات دي كانت موجودة في مصر وهي أن نقلت المرض طبعا قد تقول لها دور قد تقول لها دور دول كانوا مصابين دول كانوا مصابين نحن نقدر نخرج إنه هنا عندنا عندنا في ألمانيا النسبة 13.8 من 10 13.8 من إجمال المصابين الأجال باللجوم مصر في إيطاليا 26.2 من 10 وبفرنسا 26.2 من 10 دي في الفترة اللي هي الأولى هنا نلاحظ أن طبعا وده ماشي حتى مع الترند العالمي أن فرنسا وإيطاليا وأوروبا عمتا من أعلى النسب اللي موجودة في العالم وكانت أمريكا لسه في الأول طبعا أمريكا دلوقتي دخلت يعني عدت الدول دي ونتمنى لكل دول العالم السلام ها باستنى أستاذ إذا أرى منه حاجة تاني خالص عارف أيا منوضح أن إحنا كان عندنا صحة قوية عندنا كل الأجناس طبعا الحمد لله طبعا السعودي واحد فلسطيني طبعا النسب دي كلها إحنا من هذه يعني دي بديت دينا فجر أو أو انعكاس للواقع اللي موجود دلوقتي على مستوى العالم عندي أوروبا وأمريكا من أعلى النسب أو من أعلى مشكلات أو والإصابة طبعا دي إحنا نضيب طبعا بنستفيد منها إن إحنا حتى في عودة يعني عودة الحياة بإذن الله اللي هي تحصل قريبا يبقى إحنا عارفين كل دولة هنروحها الدنيا شكلها ماشي إزاي إن شاء الله اللي بعدها اللي بعدها لو سمعت السلايد اللي بعدها السلايد اللي بعدها هنا بيوضح هنا شكل الإصابة ونسبها في جمهورية مصر العربية طبعا عندنا القاهرة طبعا من أعلى القاهرة أنا شايف إن الإصلايد دا من أهم الإصلايد ولازم كل الجهات المعناية والمتخصصة في البلد لازم يدرس الإصلايد دا طبعا طبعا هو طبعا يعني هنا بيوبي بإننا صورة حقيقية للمحافظات دي شكلية طبعا دي إحنا بنقول يعني مش يعني في نتائج تانية قلنا يعني كل ديئة فيه نتائج بتختلف لكن دا نقدر نقول هو الشكل العام اللي موجود عندنا طبعا إن القاهرة فيها حوالي 2 مليون بخشيلها فطبعا نسب الإصابة عالية طبعا الإسكندرية تمثل عصابة تانية فيها نسبة إصابة برضو عندي دميات طبعا إن طبعا إن دميات مدينة ساحلية وفيه تعامل مع الأجانب وتعامل تبادل سياحي وساحلية يعني طبعا من خلال الميناء والمواني والكلام دا كله فطبعا دا بيوضح لنا شكل الصورة طبعا دي برضو كل دا لما نيجي نشوف لو إحنا نسبناه للنسبة السكانية هيللقي الدنيا يعني ماشي يعني شابا سينا نسبة قليلة الودي جديد 1 من 10% طبعا الفيوم 2 من 10 الشرقية 1 من 10 كافريتشيك 7 من 10 عالية شوية كافريتشيك طبعا الكافريتشيك برضو لأن برضو فيه اللي هو المواني والتواصل مع يعني فيه ممكن يحصل هجرة أو تواصل مع الدول الأوروبية الكلام دا كله دا في النهاية نقدر نقول اللي السلاد دي بتعكس على الشكل طبقا للتكادس السكاني طبعا معلش قبل من روح للإسلاد اللي بعدية حياتي انت خدتها من ناحية التكادس السكاني صح؟ مش ممكن تبقى الطبيعة المناخية أو طبيعة الجاو برضو لها تأثير هي طبعا أنا وارد خلي بالك أنا بقولي استنتاج يعني أنا خلي بالك اللي لاحظت مثلا الصعيد مثلا نسبة فيه التكاد تكون مش موجود يعني انت عندك صواج 2 من 10% عندك 2 من 10% معلش بني سويف بني سويف خلي بالك هي بس أقرابة من قهارة شوية الصوت 2% يعني عندك أعتقد المينيا 3 وتسعة من 10% يعني انت هتلاقي إن المدن هي حضرتك هي حضرتك هي معتمدة بالأساس يعني ولا يبسل في أسوان عندها النسبة وبدو لا ما أنا أصيق دي عشان فيها سياحة فيها سياحة يعني خلي بالك إنما انت لو شايل منها السياحة عتقى النسبة هتبقى كده أنا وارد ما أنا أقول لها حضرتك هتلاقي في كل مناطق اللي هي سياحية وليها اتصال مع حصل فيها تواصل مع الدول الخارجية وخصصا خصصا أن مصر أصلا تعتبر يعني دولة أورو متوسطية يعني إحنا نعتبر يعني إحنا يفصلنا بيننا وبين أوروبا والبحر متوسط يعني عايز أقولي إن إحنا ممكن يكون زي ما أنت قلت كسافة السكانية ممكن يكون السياح ممكن تبقى الطبيعة المناخية ممكن نستانتك كذا حاجة من السلايد ده والتبادل التجاري أو التبادل التجاري زي ما أنت قلت الضمياط عندك دمياط برضو عندنا كفر الشيخ كفر الشيخ برضو عندنا البحر الأحمر طبعا السياحة وتبادل التجاري بخلال يعني اللي بيا يكاد يكون ما فيهاش كورونا صحيح كده؟ صحيح صحيح يعني أنا عايز أقول وردي فيه حاجة يعني لازم نربط الأحداث ممكن طب الطبيعة الصحراوية وارد أنا مش يعني وارد هي طبعا إحنا عشان ندر نقول عشان يحصل وباء أو يحصل مرض يلتقل من شخص الآخر لابد أن يكون هناك تجمعات وتواصل يعني مرضوك حتى ما إحنا عندينا ظهر في اللي هي الأمريكية اللي هي البحرية الأمريكية اللي حاملت الطائرات دي قصة تانية عشان كده ما اللي بولك دي في المعنى في البحر اللي أنه حصل نقل عدوة معناها مش مرتبطة لا إزاي بص تعالف اللي أنت بتقوله ده أن كورونا فيها أسرار كتير قوي بس لسه تظهر بعدين تظهر بعدين لأن أنت خلي بالك بس أنت بتقوله حاجة في منطقة الغضورة يعني ده ناس ما حتى كوش بناس جاتلهم لا لا يستغربين يعني لا عشان كده في كورونا وراها أسرار اللي خشها اللي بعدها اللي بعدها لو سمعت اللي بعدها دي تقريبا يعني هي بس التانية كانت نسف هنا أرقام تقريبا نفس هتلاقي نفس القصة مرسل ما تروح فيها واحد سواج فيها اتنين نفس يعني هنا تبينينا سويس اتنين اسمعاني أربعة سكندري مية وخمسة دمية تمانية وتسعين فطبعا دي أرقام بس للإصابات خشها اللي بعدها هنا دي بقى هنا دي احنا وصلنا للرقم ألف وصلنا للرقم ألف هنا بيبين الأيام الوصول وده دي لها دلالة ومغزى كبير جدا تجمل لنا معدل نقل المرض أو معدل بيسمونه معدل الترانسبيشور والتزيز ريد يعني معدل نقل المرض خلال فترة قد يعني لو جينا نشوف أسبانيا وصلوا للحالة ألف عند 37 يوم يعني 37 يوم لا إيطاليا وصلت للحالة ألف عند 29 يوم تمام دي أخبر حضاك إزاي عند أمريكا طبعا دي يعني كانت قديمة شوية وصلت عند 49 يوم ومصر وصلت عند 49 يوم فرنسا وصلت للحالة ألف عند 12 يوم فهذا بيدينا يعني إزاي ألف حالة خلال 12 يوم كانت فرنسا كان هذا التعداد فده بيورينا معدل نقل المرض وإزاي مدى يعني شرسته في إحداث العدوى وقد يكون هنا مرضو ممكن إحنا ممكن نطلع من الصورة أو من السلايد دي إن ممكن يكون فيه سترينس مختلفة يعني فيه أجناس أخرى مختلفة من الفيروس نفسه أدى إلى اختلفات إحنا عندنا مصر تعتبر يعني في المعدل الطبيعي الحمد لله يعني الميد حالة برضو خاد وقت بالمقارنة بالدول الألف حالة آه الألف حالة خاد وقت بالمقارنة بالدول اللي فيها مشاكل دي بقى اللي بعدين اللي بعدين هنا دي مقارنة يعني بسيطة جدا ما بين الدول ما بين يعني ثلاث سيناريوهات اللي في مصر وسنغافورة وإيطاليا السنغافورة يعني الحمد لله دخلت الأزمة وخرجت فما نيجي نعمل مقارنة مثلا ما بين بالنسبة لي المتعافين المتعافين الأول بنقى فيه في سنغافورة من نسبة 25 و 15% من حالات الإصابة حصل لها تعافي حصل لها تعافي بنقى في إيطاليا 15% و 15% حصل لها تعافي من حالات نلاقي في مصر 22.5% يعني تقترب من السيناريو السنغافوري برضو ده سلايدي محتاج أنه يدرس طبعا طبعا طبليه النحار ده اللي هو بيسموه الكريك الكيور صح كده اللي هو مدى التعافي وارد يبقى السن اللي داخل دور صحيح صحيح وارد يبقى طبعات الجوه دور صحيح صحيح فيه حاجات تانية يعني محتاجة يعني بجد أنا عايزة أشكرك زي من تلك لأن دي حاجات لازم تروح بقى للناس المتخصصة يبتدي يدرسوها بتفصيل شوية طبعا احنا بنكتهد صحيح احنا بنكتهد احنا عايزين ناس متخصصة تهدرس صحيح صحيح احنا بس بنعمل زي بيسابوه سناب شوت سناب شوت ليه الحادث تمام نقل حالات الوفاة طبع الوفيات في سنغافورة أقل حالات وفيات حصلت خمسة من مية في المية بالنسبة لإيطاليا طبعا نسبتها 12 و 12 من 10 في المية يعني ممكن تبقى إيطاليا السنة ممكن تبقى مصر اللي الناس بتروح مراحل متخيفة حصل لها حالة زعر وهسهس فالناس بقتخيفة يعني النسب دي بردوك زي محددك اللي بقى لها علاقة بعوامل أخرى ممكن تكون لها دخل ما هو أنا خليباك ليا احنا وصلنا مريد الكورونا ده مريد الكورونا ده زي ما يكون مثلا مريد يعني ده مريد عادي يعني عادي صحيح اللي بعديها أستس محمد اللي بعديها أعتقد اللي هي كده دي كده خلصت طب أستس محمد دكتور محمد احنا قدامنا ديتين ايه التوصيات اللي تحب تقولها للسادة المشاهدين نخلال السلايد ده احنا التوصيات اللي نقولها احنا طبعا احنا دلوقتي يعني مقبلين على عياد سواء كان عياد الاخوة المسيحيين من قلوب كل سنة هم طيبين كل سنة طيبين وعياد المصريين كلهم اللي هي متمثلة في شام اللي سيد بنقول برضو كل سنة واحنا كننا طيبين احنا بنقول احنا برغم يعني ان المفتاح حل هذه الاشكالية او حل اننا وقفنا اللي عدوة هو التباعد الاجتماعي ننفعش ان احنا حتى يعني تجمعات حتى لو الناس قاعدة في البيوت يعني حتى في البيوت نفسهم لابد ان يكون فيه مسافة ما بين افراد الاسرة وبعضهم بقدر بقدر المستطاع ان طبعا ان انا دايما بخسي الايدي قبله وبعد اي اجراء بعمله اي اجراء اي اجراء احنا هنقود للحاجات الطبيعية اللي مفترض ان انا تتعمل اللي احنا اللي احنا نرجع لها بشكل طبيعي اذا كاننا مثلا هناكل يعني اكل لابد ان يكون طاق ويكون جاي جدا ما يبقاش فيه يعني كذا يعني طاق بقاش مش كويس لا يبقى طاق وجاي جدا البيوت يتسليه كويس جدا اذا كنا احنا هنوصله بيت بالنسبة لموضوع طبعا بنستخدم الاسماك الملاحة والكلام ده كله ان طبعا اسماك الملاحة احنا بنقول عايزين نحافظ على نفسها الفترة دي وعايزين نحافظ من الحاجات الملاحة اللي دي بترفع الضغط وطبعا معروف ان اسماك المخزلة دي ممكن يكون فيها البكتيريا والبكتيريا بتبقى نوحها لا هوائي ودي بتفرز نوع من انواع السموم والسموم دي اللي بتعملنا مشاكل فاحنا برضو عشان برضو مش عايزين نعمل حمل على المنظومة الصحية بتاعتنا في مصر عشان بقاش في حالات بسمعش وقولك قرية الفانيح احصر فيها تصمم مش عارب ايه عشان نقدر نفضي نفسنا ونفضي الدولة وندي فرصة للجاز المناعي بتاعنا انه هو يتعامل بكفاءة وفي النهاية انا يعني بدعو لكل المصريين وكل العالم يعني بالوقاية من هذا المرض ويبقوا بصحة وسلامة وسعادة تيجي نتفعل الانتفاق فضل وننكرمش بقى على كورونا تاني انا وانت شوالله تيجي الحلقة جاء نتكلم عن الموضوع التاني بإذن الله بإذن الله بس عايز أقولك الحاجة الداتة اللي انت عملها دي دي هتبقى ريفرانس أو حاجة دي كومنتيشن حاجة موصخة لو حب أي حد يرجع لها موجودة معنا بجد والله وعايز زي ما شكرتك الأسباب على الموجودة عايز أشكرك تاني على الموجودة اللي انت عملت في هذه الداتة وان شاء الله شوفك على خير بقى في رمضان ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى خلست فقرتنا الأولى النهاردة وطبعا أحب أشكر لدكتور محمد رجل الشارع الحسية والمناعة خلينا بقى نستعد للفقرة التانية النهاردة والفقرة التانية النهاردة فقرة بشكل مختلف شوية هنتكلم عن الكحول والمطهرات وهل إحنا ممكن نعرف إزاي الكحول الأصل من الكحول المخشوش بصورة عملية وزاي حلعال ممكن إحنا نعمل الكحولات دي في البيت ولا لا تعالوا نشوفوا الفقرة التانية بس طبعا بالتأكيد بعد ما نطلع فاصل عشان نرجع نواصل معكم تانية فاصل ونواصل